السلام عليكم اليوم سوف نشارك معكم الوصفة المخنفر ما يكون لكم لا يعجبونه يأتي رائع بساف مع قهوة الفطر الصباح او الكوتي العشية يأتي خفيف مضاق والديد بساف لما يستقشلها اليوم ان شاء الله يجرب هذه الطريقة ويستقلك من اول تجربة غير بربعة ديال كيسان ديال طقيق يعطينا واحد كمية كتيرة كيجي رائع بساف وخفيف نتمنى وصفة ديال اليوم تجربوها وتعجبكم ندوزو ان شاء الله لطريقة والمقادير غادي نحتاجو جوش كيسان ديال العنبة عامرين من دقيق ديال الفينو اي دقيق ديال القمح غادي نحتاجو كذلك جوش كيسان ديال فورسترطب واحد لمعلقة صغيرة تكون عامرة مزيان من الخميرة ديال الخبز معلقة صغيرة عامرة ديال السكارسانيدا اللي تقدرو تعودوها بمعلقة ديال اللازل الملحة وجوش خمارات من وزن سبعة جرام غادي نخلطو هاد النواشي في مزيان هنا بالنسبة الماء كنديرو اربعة ديال الكيسان ونص ديال الماء يكون دافي نقدرو نحتاجو حتى الخمسة ديال الكيسان على حسب نوعية الدقيق اللي غادي تستعملو غادي نخلطوه مزيان بعد غادي نزيدو الكمية اللي بقات لنا ديال الماء غادي نخلطوه بالطراب اليدوي في الاول ومن بعد غادي نستعملو الميكسور تقدرو تديروها في الخلاط ديال العاصر اللي كانت تحنو فيها العاصر بالنسبة الفينو تقدرو تعودوه بسميدة ديال الحرشة حتى هي كي يجيبها زوين صافين بعد ما اخذ منه همسيان كندقو نطربوه تقريبا واحد العشرة ديال دقايق كنغطيوه هون خليوه يخمر المدة ديال واحد العشرة دقايق تقريبا إلا كالجو سخون رادغية غادي يخمر ليكم إلا كالجو بدلترا غادي يخد ليكم واحد ربا ساعة حتى العشرين دقيق هنايا بعد ما اضاع في الحجم ديالو كي ماشتو كيدرو حتى الفوقعات اللي هم كبارين كنحركوهم زيان حتى كننزلوه منو هديك الخميرة ما كيبقاش فيه الخميرة بزاف كتبقاو تخلطو حتى ما يبقاش كيبال ليكم مرغوي بزاف كنصخنو المقلا على عافية تكون متوسطة كنرشوها بشوية ديال زيت وكنديرو الكيميه ديال الخالط في الاول كيبال ليكم بحل بغرير صافي من بعد اني كنبغيو نقلبو العجينة كنرشوها بشوية ديال زيت وكنقلبوها على الجهة الاخرى كنستمرو بحل هكا بنفس الطريقة حتى كنساليو كيميه كلها اللي عنا ايلا بغيتو الدهنو حتى بالزبدة تقدروو الدهنو فاش ندهنو بالزبدة را كيجي محمر بزاف كتر من هكا وما كان كتروش الزيت بزاف را كنديرو غير واحدة رشيشة خفيفة ديال زيت وكنحيدو نحطو فوق واحد المنديل انا هنرا كنبارد دكشاش كنحطو واحدة فوق واحدة ولكن فيش يكون سخون حطوه فوق واحد المنديل وخلي واحدة تسحيد منو اديك سخونية عاد باش جمعوه كامل بحل هكا وكيكون هدا هو الشكل ديالو كيجي زوين بزاف بزاف كنقدموه مع الزبدة والعسل غير زعمو جربوها الطريقة هادي را ناجحها مئة في المئة غيروه ما تخليوه شي يخمر فوق القياس غريبا ليكم تلعو فيه الفوق عاد سوف يبدو كالطيبوه لانه لا بشح تخمر بزاف رغمك يجي زوين وهدا هو الشكل النهائي ذيالو نتمنى الوصفة ديال اليومات عجبكم و تجربوها الى عجبكم فيديو بارتاجيه مع الاهل و الاصدقاء ديالكم خليتكم على خير و الى فيديو قادم ان شاء الله تهلا و ليه فراسكم و السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة